اشتركوا في القناة نهج ثابت لمشروع إصلاحي وضع حقوق الإنسان وأهمية الاكتساب الكلي لحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وصون كرامته في مقدمة الأولويات الواجب مراعاتها ودعم ركائزها لتظل حاضرة في بناء دولة مدنية قانونية وعادلة تنشط فيها أوجه الديمقراطية النموذجية لترى في ربوعها صورا وضاءة لجميع أشكال تكافؤ الفرص بين صفوف المواطنين تطبيقا لمبادئ التعايش السلمي دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة ولعل الورشة الرابعة التي أطلت بعنوانها المترام بمضامينه دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والتي جاءت كأحدى المحطات التي تتريث عندها أفكار المسؤولين من داخل البحرين وخارجها تشاركيا لتنطلق قافلة المرئيات بثبات نحو إتمام الشكل المثالي والنهائي لبنود خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ستفضي وبلا أدنى شك بباقة من المقومات الأساسية والخطط الموضوعة التي ستبدع حال تنفيذها في خلق أمثل الظروف التي تكفل استقرار المناخ في سماء المجالات الحيوية كافة بطريقة تدعم قدرة الأشخاص بمفردهم أو بالاشتراك مع غيرهم على الانخراط أكثر في الأنشطة المدنية المجتمعية بفاعلية وبطريقة ترتقي معها العلاقة التي تجمع السلطات العامة مع الجهات العاملة في المجتمع على مبادئ حقوق الإنسان الشاملة يأتي إطلاق وزارة الخارجية ورشة العاملة الرابعة تحت عنوان دور المأساسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير تعزيز حقوق الإنسان ضمن حزمة المشاورات الواسعة التي تطلقها حكومة مملكة البحرين للتشاور وتبادل الأفكار وأيضا تبادل الخبرات مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة في مملكة البحرين وأيضا المجتمع الدولي ويأتي هذا العمل بالتعاون والتنسيق مع المفوضي السامي الحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للعمل الإنمائي في مملكة البحرين وعدد من الشركاء والمقابراء الدوليين والمحليين على كافة المستويات وتأتي هذه الورشة من أجل الوصول إلى تصور كامل من أجل الحصول على مرئيات ومقترحات كافة الشركاء وأصحاب المصلحة في مملكة البحرين من أجل أن يتمكننا من إعداد مسودة القطة الوطنية لحقوق الإنسان التي نسمع بانتهاء منها بنهاية هذا العام إن العامود الفقري السليم الذي يعتمد عليه الجسد المستقيم لمجال حقوق الإنسان في البحرين ويتكئ على مسانده المصفوفة يزيد عافية كلما استمد رونقه من أدوات الدستور ومخرجات ميثاق العمل الوطني ومن البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية الهادفة بما يتناغم مع روح القانون والتشريعات وبما يتسق مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر